يقول أنا كثير الذنوب ولا أستطيع التوبة ويعلم الله أني أحب التوبة وكل يوم أنوي بها وبلا جدوى والمشكلة أني أحب ذنوبي ولا أستطيع تركها قضية الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفروا لهم كلنا نذنب ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن أدم خطأ ولكن أنا أنصح السائل أولا أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن يهديه إلى صراطه ويسأله بصدق الأمر الثاني أنه إذا أذنب يتوب مباشرة الأمر الثالث لأن الذنب فترة بسيطة فقط الإنسان يحس برغبته بالذنب مجرد أن ينتهي الذنب يشعر بالضيق فالمهم يبادل بالتوبة الأمر الثالث أنه يعوذ إذا أذنب يفعل شيئا صالحا حتى يعوذ الحسنات بحسنات أذنب إنسان أي ذنب كان كذب أغتاب نظر سرق رشى ارتشى أي أي ذنب عقا أي ذنب من هذه الذنوب يحاول أن يعوذ بحسنا يصلي ركعتين يسبح يهلل يكبر يقرأ شيئا من القرآن يتصدق يصوم يبر والديه يحسن إلى جاله أي أي شيء المهم يعمل عملا صالحا يعوذ يحضر درسا المهم أن يعوذ هذا الذنب بطاعة أمر الثالث يحاول أو الرابع يحاول الإنسان دائما يستحضر يعني قضية مهمة جدا حقيقة وهي أن غالبا غالب الذين يذنبون غالب الذين يذنبون لا يذنبون أمام الناس يتستر بذنبه وبعض الذين يذنبون يجاهرون بذنبه أمام الناس ولا يبالون لكن أنا أتكلم عن الذين يتسترون الذين يعني يستحون من فعل هذه الذنوب يقال له يعني كما تستحي من الناس تحي من الله أنت لا تستحي من الناس لأنهم يرونك فتبتعد عنهم تغلق الباب تذهب إلى مكان بعيد أو غير ذلك طيب حاول أن تفعل هذا مع الله بحيث أنه لا يراك لا يمكن ولذا جاء بعضهم إلى أحد الصالحين فقال له إني ابتليت بالذنوب فأرشدني إلى تركها قال نعم إذا أردت أن تذنب إذا أردت أن تعصي الله تبارك وإنه فلا تعصيه في أرضه قال كيف الأرض كلها لله قال فكيف تعيش في أرضه وتعصيه قال أعطينا الثانية قال إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى فأعصيه بحيث لا يراك قال كيف لا يمكن أن نفع شيء ولا يراني الله تبارك لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى قال كيف تعيش في أرضه ثم تعصيه وهو يراك قال أعطني الثالثة قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه قال وهل هناك رزق غير الذي أرزقني الله تبارك وتعالى قال تعيش في أرضه وتأكل من رزقه وتعصيه وهو يراك قال أعطني الرابعة قال إذا أردت أن تعصي الله تبارك وتعالى وجاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له انتظر حتى أتوب قال لا يمكن لا ينتظر ملك الموت يأتي فجأة والموت يأتي فجأة لا يمكن أن أرد ملك الموت إذا جاءني قال تعيش في أرضه وتأكل من رزقه ولا تستطيع رد الموت وتعصيه حيث يراك قال بالله عليك أعطني الخامسة قال إذا كان يوم القيامة وجاءت زبانية النار لأخذك إلى النار فامتنع منها وقل لا أريد أن نذهب إلى النار قال ويحك لا أستطيع ذلك ولا أملك هذا قال تعيش في أرض الله وتأكل من رزقه ولا تستطيع رد الموت عن نفسك ولا تستطيع رد زبانية العذاب عن أخذك إلى النار وترى وتعصيه حيث يراك قال تبت إلى الله والله لن أعصي لها أبدا فالقصد أن الإنسان يستشعر دائما أن الله يراه سبحانه وتعالى هذه إن شاء الله تكون سببا في ترك الإنسان لهذه المعاصي ومع هذا إذا عصيت فلا تيأس تب إلى الله تبارك وتعالى جاء رجل إلى الحسن قيل الحسن بصر وقيل حسن بن علي رضي الله عنهما فقال له إني استحييت من كثرة ما أعصي وأتب يعني كأنه يقول لا أريد أن أتب لأنه بس كافي عيب تبت كثيرا وأعود قال هذه هذه والله لو لم يظفر منك الشيطان إلا بهذه لا رضي بها لأن هذا اللي أسمى الرحمة الله هو الكفر الشيطاني بيوصل الإنسان لهذه الحالة فالقضاء الإنسان مهما عصى فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله جل في علا ما في وقت مفتوح قبول التوبة مفتوح إلى أن يموت الإنسان لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها لا تنقطع التوبة أبدا حتى عند الغرغرة حتى عند الغرغرة